قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنعم إن المنظمة قد تمكنت مع شركائها الأمميين ولجنة الهلال الأحمر الفلسطينية من نقل 22 مريضاً وتسعة عشر مرافقاً لهم بأمان من المستشفى الأهلي شمال قطعي غزة إلى الجنوب أشار أدهنعم إلى أن المنظمة قادت قبل يومين مهمة أممية مشتركة أخرى لنقل 151 مريضاً وأقاربهم وعاملين في المجال الطبي من مستشفى الشفاء نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها رئيس الوزراء يستقبل مسؤول مجموعة الفلطيم والشركة تؤكد اعتزامها ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤول مجموعة ماجد الفلطيم القابدة وذلك لاستعراض استثمارات ومشروعات الشركة المرتقبة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة خلال الاجتماع قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد جلال إسماعيل إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر